السلام عليكم لبنات كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا مع بضيتنا الطلبية هادي يكونوا فيها ثلاثة نتاع الاقتراحات غادي نحضروا اول حاجة هو هاداك القرص اللي بعاجل فينو والفرص اللي تيجي خفيف ومقطن غادي نحضروا واحد الطارت اللي بالكريم باتيسير سهلة واقتصادية والاهم بانها تجيب نينم مكونات اللي متوفرين للبنات في كل دار وغادي نحضروا كيكا اللي تجي مرتفعة فقط بالخالة نتاع الماء ما فيهاش مقادر اللي بزاف يعني وصفت الاقتصادين كيف ما تعجبوكم إلا عجبوكم الاقتراحات نتاع اليوم وتبعو المزيد من الاقتراحات مع لكم واردعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجوا جميع مواقع التواصل اللي اجتماعين تعاكم في الانستغرام في الواتساب في الميسنجر وما تنسوش اللي بنات اللايك باش يطلع الفيديو اللي بنات الأخرين اللي بنات مهم بزاف وصلونا على 10 الاف لايك في هاد الفيديو عليش اللي بنات المهم غادي نبدو اول حاجة بالقريصات حنت غادي يحتاجوا يخمروا ليسا نحتاجوا فيهم جوش كيسان نتاع الحليب يكونوا دافيا غادي نحتاجوا الكاس اللاروب نتاع السكر سنيدا غادي نحتاجوا الكاس اللاروب نتاع الزيت دائما العبار بكاس داع العنبه هادي نحتاجوا البيضة وبيض بيضة وبنسبة للصفر تنحتفضوا به جانبا حتى تندهنوا به القريصات نتاع عنا هادي نحتاجوا المعلقة كبيرة نتاع الخاميره المعجونه او اللي الفوريه اللي عندكم او اللي على حسب الجو تنديروا الملحة اللي ضروريه حسنا في الحلويه انتاع عنا او اللي قريصات المهم في كل شي ضروريه كبش تجيبن الحاجا بنينه وتترسلينه ديك البسوليه تنضيفوا كيس حتى الجوج اكيس انتاع عنا كانت تاع تلفاني بغيتوا تجيروا حتى ان كانت تاع الزهره البنت ممكن تعودوا ان كانت تاع تلفاني او الا تعودوا هادوك الاكيس انتاع عنا بالاكيس انتاع تاع الزهر نضيف هنا كاس سميد ناعم او لا الفينو اللي عندو سميد ناعم غادي يدير كاس او لا بيتو تخدمو غير بالفينو غادي يديرو كاس نتاع الفينو تنخلطو دائما بالطراب اليادوي جميع المكوينات تنضيفو خمارة او لا كيس نتاع الخميرة تاع الحلويات من وزن 7 جرام تنعود نخلط مزيان بالطراب اليادوي حتى تنسى جموع ذوك المكوينات ومن بعد تنبدا نضيف الطحين فبالنسبة للطحين هنا تقريبا تتهز 500 جرام ضروري الطحين من الافضل يكون خاص بالحلويات هلا ما كانش عندكم الطحين خاص بالحلويات تضيفوه جوش اللي مع القنتوع الخلال بنات تحسن لنا كم النوعيان تعت الطحين تعتنا او لا جوش اللي مع القنتوع الحليب بودرة دائما هادو تحسنو لنا من نوعيان تعت الطحين عندكم الطحين اللي هو ممتاز خاص بالحلويات سوف تضيفوه بلا ما تضيفو هاد المكونات هادو تنبدو نضيفوك كاس بكاس متاع بحين وانا تنجمع دائما بيديا تنشوفوش باقي خاصني تنعود نضيف شوية ونبدو نجمع ما تنضيفوش هادوك خمسمائة كرام وخا نقول عليكم ما تنضيفوهش كاملة دائما تنضيفو شوي بشوي وانا دائما هنا يتنظر مع المبتاجيات تنضيف هنا مع القات حبة حلاوة مع القات النافع مع القات تعت الجنجلان كلهم منقين ما محمرين شا لبنات وتنضيف مع القات تعت الزبدة اللي عندكم يا زبدة حيوانية او لنباتية او للمارغارين المهم غير تكون بدرجة حرارة المطبخ صافي تنضلك هادوك الحبوب اللي ضفنا وهادوك الزبدة مزيان مع هادوك العجين بنيسبة للعجين هوا كي تباليكم ليين نحاول نضلكو تقريبا واحد خمسة دقيق ها غيرا كتنزون خبطو المهم حتى تنسجم مع بعض دياتو شوفو العجين كيف جدير البنات خفيف ما تلتسقش بلد صافي تنجمعو وندهن واحد الانية او الا واحد البانيو في زويتا تنفرغ فيها هادوك العجين تاعي بالنسبة للبانيو تيكون كبير حينت العجين باقي ها دي يقمر ويطلع مزيان وتنغطيه ببلاستيكا وتنعود نغطيه بشي ثريبيتا ونخليه حتى يقمر ويتضاعف الحجم متاعو فهدا سير من الاسرار باش يجيكم القرص خفيف ومهوية البنات ضروري يخمر مزيان في الول حتى تضاعف الحجم متاعو مزيان وتيجي موية كالبنات وطالع من بعد تنعري عليه تنفرغ منو هادوك الهو مزيان تنحيد منو الهو تنجيب شوية تحين ترشو فوق سطح العمل بايتو تديرو نشاديرو وتنفرغ هادوك العجين تاعي تنفرغ تنحيد منو هادوك الهو مزيان تنخرجو منو وتنقسم العجين تاعي على كويرات تبقى الحجم متاع الكويرات البنات على حسب القياس انتو ما اللي بغيتو تتاخدو كومنت على حسب القياس بالنسبة للحلوان تاعت السكر البنات انا عنا يدرت كاس اللارو بغيتو تزيدو حتى الكاس عامر ديرو كاس عامر انا عنا فقط اكتفيت بكاس اللارو باكا يلا بينا ندهنوهم بالشوكولات او لاش حاجة ميجيوش حلوين تاني بالسف صافي تنصيبوهم على شكل كويرات اللي تنحطوهم في الطاوة من طبعة الحال مدهنة يبزويتها او لازبيدة او لنفرشين فيها ورق طاي او للا تفرشوا هذي كسل باتنتع السيليكون الصراحة اللي تنفعنا بزاف وتنحطوهم باسعين على بعض دياتهم حتى باقي غادي يخمرو انا عناية تنكون تنخدموهم البنات وشعلة الفران في هذا المرحلة عادي باش ندخلهم كي تنصيبوهم تقريبا واحد تنكون تنصيب فيهم يلا كالجو سخون راتي بدو تيخمرو كالجو دافي هكا غير واحد شوية تقريبا 15 دقيقة اللي تيحتاجو من بعد ما تنجيروهم فالطاوة ما نخلوهمش حتى يخمرو بزاف عاود داني فالطاوة باش ما ينزلوش لنا في الفران غير يخمرو واحد شوية سوف تنضخلوهم يتصيبو بالنسبة للقريسات نتوعنا تنحطوهم باسعين حتى غادي يخمرو غادي يلتسقو لنا في الفران رافيهم بخميرة تنحاولو نقرسو هكا واحد شوية ماشي بزاف باش ميجو ناش طالعين بزاف وتناخدو هادك اصفر البيض تنضيفو عليه شويان تعال الحليب او لا شويان تعالخل وتنضيفو واحد شويان تعالقهوة سريعة الدوابن وتنضينو بها القريسات نتوعنا مزيان من الوجه نتعهم ومن الجوانب نتوعوهم البنات فبنسبة للقهوة سريعة الدوابن تتعطوهم واحد اللي هو محمر وزوين هكا البنات تيجي في الفرران محمر وزوين سوف تنرشوهم بجنجلان اما بيض او لا الجنجلان العادي انا هنا يكسافيت بجنجلان العادي بالنسبة للجنجلان البيض راتية تبعا اللي تيبيعو مستلزمات الحلويات بتاما اللي هو زوين تقريبا تاخدوه ابتداء من خمسة درام عشرة درام الصراحة هو تيجي فيهم افضل انا ما عنديش درج الجنجلان هنا يا العادي تندخلوهم الفرران فبنسبة لطريقة طهين تعوهم بفر القاز بزاف تتسولوني وش عند كاميرين بفر القاز او لا فرن الكهربائي انا البنات سبلدية لطريقة طويلة لطريقة طويلة لطريقة طويلة الصراحة لا تنزعم لطريقة طويلة لا تنزعم لطريقة طياب فر القاز تعجبني بزاف تكون عملي تتأخذوه في الحجم اللي بغيتو تنشعله هنا حتى تسخون مزيان تنشعله على القريصات التحت وممحطوطين من الفوق طيبو من التحتو تتحمرو عاد باش تنشعل اليوم اللي بنات ياخدو اللون من الفوق بالنسبة لهذا القريصات تكون خفاف فقط فاشتطبو من التحت راتي بدو تدهبو من الفوق حتى هو وبهذاك صفر البيض مع ذيك القهوة سريعة التوابان هادوما القريصات اللي بنات توعنا غادي ندوزو دابا العجين طارت اللي تيكون ساهل اقتصادي حتى هو غادي نحتاجو لي المئتين وخمسين قرام انتاع الطحين الخاص بالحلويات نسكاس سكرسانيدا قريصة انتاع الملحان اللي ضرورية كيس حتى الجوج اكياس انتاع النكهاء او اللي انتاع الفاني انا مارت ماليا البنات مع انتاع الفاني غير هادوك الاكياس انتاع الفاني ماشي النكه سوف تنضيفو نسكاس انتاع الزيت دائما بالعبارة نتاع العنبه تنبس بسوه مزيان هادوك تحين مع الزيت حتى تيتبس بسوه مزيان تنضيف جوجة المعلق انتاع الزبدة او اللي عندكم اللي عندكم هالبنات ما تقيدوش وشيز بدا معيانة اللي عندكم تديرو منها جوج معالق لدك نسكاس انتاع الزيت بالنسبة لنسكاس انتاع الزيت دائما بالعبارة نتاع العنبه بالنسبة ل250 غرام تحت تحين بالعبارة نتاع الكيسان رايا جوج كيسان تاوي العنبه ونصية ميتين وخمسين غرام سوف يتنبس بسدك التحين مزيان حتى تيتلبس بالملحة بسكر سنيده بالزيت بالزبدة بالفاني تيتلبس دوك الحبيبات مزيان و تنضيف بيضة بالنسبة لبيضة الى كانت كبيرة تجمع ليه الخالط ما كانتش بيضة البنات فتنضيف واحد القطارات من اللي ما يكون برد او اللي الحليب يكون برد اللي متوفر عندكم سوف يتنبدا نضيف هنا ما تندلكش العجين تعي باش نجح معايا ويجين مرمل فقط تنجمعوا كيف مما هو مضح في الصورة و تنخليه حتى ترتاح من نسبة لها العجرة ممكن تحضروه بليلة قبل او لأسبوع قبل او اللي المهم تحتفظوا بيه في المجميد ما توقع عليه والو تجيب دو حتتي تتلق و تطلقوه بينجوش بلاستيكات او لا تتلبسوه اللي لا تتخدموه بها البنات تيجي ناجح اقتصادي مفيش كيميان تعدى الزبدة بالزاف والاهم بأنه بنين صافينا يا تنجمعوه تنجروه في بلاستيكات نخليه تقريبا واحد نصاعي ارتاح تنجيب جوش بلاستيكات تنطلقوهم فسطو تنجيب تلك تنطلق هاد العجين تعيه تنضربوه باش يطرخ في اليوم باش ما يعدبنيش و تنطلقوه على شكل مستطيل او اللي على شكل دائري شوفو انتو ما المولن تعاكم اللي خدمتو باش مستطيل او اللي دائري او اللي دوك القواليب الصغار شوفو انتو ما باش خدمتو انا انا غادي نخدم بمول اللي هو مستطيل صراحة تعطيه واحدة من يدار اللي هو زوين تنطلق العجين تعيه بينجوش بلاستيكات ما تيكونش غلايد وما تيكونش رقيق بينه وبينه البنات بتخليوش تاني غلايد بزاف باش ما تجيكو مش هادي كلابة تغلى ايضا ما تجيش صراحة زوينة و تنجيب المولن تعي اللي دهنتو بالزبدة او بالنسبة ايلا كانش يمول هاكا متيل السقش ما تيحتاج شالبنات الدهنه هادا الصراحة تنخاف منه هاد المولن الحديدي تنخاف منه او تنخاف السقلية فيه العجين دائما تندهنو هاد المول المستطيل تندهن الجوانيب نتعو بالزبدة والوسط نتعو بالزبدة تنجيب العجين تعيه تنطلقو بالزبدة او لا تنهز ذيك البلاستيكا وتنقلبو فسط المولن تعيه وتنبدال لبسو من الوسط تنطلع العجين من الوسط من الجوانيب تلبس المول كامل بهادك العجين وتنقطع ذاك الفائد او لا تنزول ذاك الفائد متاع العجين اما بالموس او لا غير بالزبدة حانت الجوانيب نتعلمو الماضين غير بالزبدة تنابط عليها رات يتحيدو مباشر ان شاء الله بالنسبة لهاد العجين هاد غادي نخدم لكم به بزاف انتعو الأنواع انتعو لها طارت اللي تيجيو زوينين ساهلين واقتصادين انو اهم بأنه وبنان متنسوش على البنات اللايك 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 تنأكد عليها ديروا لايك الفيديو باش تطلع للبنات الاخرين ما تكونوش نسي ميمات تيروا لايك باش تطلع للفيديو البنيات الاخرين ان شاء الله وكل شي استافت فبالنسبة للخليط اللي غادي نحتاجو لهاد لطارت نتعنا غادي نحتاجو مصطرو نتع الحليب ثلاثة نتعو على المعالق نتعو على البودرة الكريم بباتيسيان ثلاثة حطر ربعات تنحتاجو الجوج اكياس نتعو الفانين تنحركو كل شي مع التحريك المستمر فق البطا حتى تيعقاد هذا الخليط بالنسبة الكريم بباتيسيان را تتبع عند كل شي حوانتها لبناتها قبل العبار بتيداء من الخمسة الدرام ستكون محطة كميالية معقولة سوف تنفرغ على المول و تندخلو الفرام تنشعل عليها فرن الغاز حتى تطيب لطارت من التحت عادي باش تنشعل عليها من فوق تحمر بالطريقة العادية فرن الغاز هادي ندوزو خلط الكيك اللي تحتاجو فيه ثلاثة نتعو البيضات كاس اللارو بنتع السكور سانيدا كاس اللارو بنتع الزيت شوية نتعو الملحم جوج كيسان نتعو الماء يكون دافي ثلاثة المعالق تقريبا نتعو الخل يكونو عامرين حتى الربعات المعالق ما تخافوش منو جوج اكياس حتى الثلاثة نتعو الفاني منوزن سبعات القرون تنخلطو كل شي مزيان بتطرى بليه داوي حتى تنسج مع ذوك المكوينات او لا ذوك العناصر وتيجر لناك كوحد الكشكوشة هذاك الخالد بالنسبة للسكور سانيدا كاس عامر اللي بنتعو العنبه حتى الكاس او اربعات لحسب الحلوان توم اللي بويتو مشيت انا مع القريسات كاس اللارو بلا هناك كاس عامر نتعو العنبه حتى الكاس او اربع تقريبا صف اذا نبدأ نضيف طحين بالنسبة للطحين تكون مغربل فتقريبا تتزليا واحد ثلاثة نتعو الكيسان نتعو العنبه ونص تنخلص مزيان هذاك التحين تنبقى نضيفه شوي بشوي تنضيف جوج اكيه سنتعو الخميرة نتعو الحلويات وتنجيب المولنتاعي تندهنو بزبيضة ترش عليه ترش عليه بالطحين وتندخلها تطب في الفران فبنسبة لطريقة التهين تاعها هي الطريقة العاجئة بالنسبة الكيكرا تدخل الفران بارد تنشعلو لها من تحت حتى تطب وتطع تناكر روحة نتعتها حتى تنشعلوها من الفقه لبنات تاخد اللون تحمر بنيسبة الكيكرا باش ما تهبطش لنا ما نحلوش عليها ضغية كي تندخلوها الفران تنحلو عليها لان بزاف اللي بنات يقول يا تطح لنا ما تحلوش عليها كي تدخلوها الفران ومنين طيب مل أفضلت في الفران وخليوها فيها كوحد شوية حتى تبدأ تتبرد عاد باش خرجوها يعني بنيسبة القريصة تشتوهم البنت في الطاوة كيف الجا ورطبين هشاش ممكن تحتفضوا بهم في المجميد دراتي بقاوه ما توقع عليهم موالو تجبدوهم حتى تتلقو او لا تسخنوهم في الفران وتقدموهم مباشرة هكا معا شوكولاتي بقاوه زوينين او لا تعتوهم لقوة تلتراري بالنسبة للطاوة 80 تنخرجوها تندهنوها بالنبجة البنت مزيان تنرش عليها في الجوانيب كوكو مهرمش او اللي لز مهرمش تيبقى على حسب الاختيار نتاعكم تزين تاعها او لا تخليوها غير هكا ما عندكمش نبج دهنوها بالمربا او الكوفي تير جاري نتاع المشمش وتزينتي يبقى حسب الاختيار الصراحة تجي زوينة بزاف تجي كريمية من الداخل هادا كلوين اللي تيجي محمرة من الفق طاعتها واحد اللوين اللي زوين مع ديك صفورية الكريم باتيسير وكيف ما قلت لكم ان شاء الله نحط لكم بزاف نتاع الاقتراحات بهذا العجين هادا اللي خدمنا شوفوا البناس تجي محمرة من الجواني بقرمشة العجين مرمل غادي نقسم معاكم انا باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل هادا نقسمها معاكم من نص وهادي تشوفوا ديك الكريمة كي تجي من الوسط وكل ما قاعدات في الثلاجة وكل ما بردات كل ما تتزينة البناس تجي كريمية من الداخل تنتبهنا تجربوها ان شاء الله وتنال اعجاب ديكو من البناس من نسبة الكيكوه بعد ما اخرجتو من الفران تندنو حتى والناباج باش تعتادك الوين اللي وزوين وتيل مع هكا انتو ما بيتو تزينه بالغانش زينه او اللي شكولاتي بقى تزينه على حساب الاختيار نتاكم انا قد تمثلكم كطبيحة الماكياج الى عجبكونا اقتراحة تنتعي اليوم والبناس ما تنسو جدعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجيه جميع مواقع التواصل اللي جي معي نتاكم باش تزيدو تشجعوني اشتركوا في القناة